يا جماعة في مسألة خدمة الزوجة اللي زوجها في قولين للعلماء القول الاول انه واجب انه تخدمه وهذا قول ابن تيمية وابن القيم والطبري في قول ثاني انه مواجب انه تخدمه بل هو على الاستحباب وهذا قول الجمهور راجع وراي اقوال المذاهب وتأكد مواجب عليها لا الغسل ولا العجن ولا الطبخ بل هو على الاستحباب والمعاشرة بالمعروف وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة استدلوا ان النبي كان في مهنة اهله وعائشة كان لها خادم وسائر الازواج كان لهن خادم واسماء كانت تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه فارسل لها ابو بكر بخادم ويلي قالوا انه واجب تخدم زوجة لانه فاطمة طلبت خادم من النبي فالنبي قال لا ادلك على خير من خادم طبعا في صحيح البخاري يا اخي هون النبي ارشدها للافضل ويلي عم يقول انه واجب تخدم زوجة استدلوا بحديث تطيعه فيما امر معناه اي فيما له من الحق قال النبي انما الطاعة بالمعروف فاذا ما كانت المرأة بواجب خدمة زوجها فمن باب اولى مانة مجبرة بخدمة امه ولا اخته ولا ابوه اما بالنسبة لعلاج الزوج لزوجته مواجب عالجة بل هو على الاستحباب لانه الزوجة الها النفقة والها السكنة والها الكسوة وعلاجها لا يدخل ضمن النفقة الواجبة هذا مو قولي قول الجمهور هذا والله اعلم سلام عليكم